تستغل أسرة الرئيس الأمريكي جيو بايدن العزلة الصحية للرئيس بعد إصاباته بكوفيد-19 لتجتمع معه لبحث جدوى خروجه أو استمراره في السباق الرئاسي بعدما واجه الحزب الديمقراطي قساماً شديداً حول هذا الأمر بينما يوجه صغار الديمقراطيين اللوم إلى السيدة الأولى جيل بايدن بأنها هي من تحثه على الاستمرار بالسباق ووصفوها بالمتعطشة للسلطة وبأنها تعصف بمصالح الحزب وتتحدى الجميع ورغم أن الرصاصة التي أطلقت على ترامب في بنسلفينيا أصابت أذنه اليمنى ولكن يبدو أن أذن بايدن أصابها شيء هي الأخرى أصابها بعض الصمم أصبح بايدن لا يستمع إلى الأصوات المنادية بتنحيته وأصبح لا يظن لا يتوقع ليس مدركاً أن فوزه من رابع المستحيلات آه من رابع المستحيلات أما دونالد ترامب الذي ظهر متأثراً على مسرح ملووكي في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري فيبدو أن شيئاً ما قد تغير بداخله كذلك قدم نفسه بأنه الرجل الذي يستطيع إيقاف الحرب الدائرة في العالم الحروب في الحقيقة الدائرة في العالم يستطيع إيقافها بمكالمة هاتفية مدهش كل شيء عاجز عنه الآخرون سيحله ترامب بمكالمة هاتفية ألو أوقف الحرب حاضر رئيس سنوقف الحرب أطلق ترامب وعوداً تحت شعار رونالد ريجان القديم الشعار هو لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى لا مكان لمهاجرين شرعيين لا مكان لمهاجرين غير شرعيين لأنه تحدث بدقة عن هذه النقطة وقال أهلاً وسهلاً بهؤلاء الذين يدخلون أمريكا دخولاً شرعياً لكن غير الشرعيين لا أهلاً ولا سهلاً بهم قال أيضاً لا تضخم بعد الفوز سنحاصر إيران سنصلح مات كل ما أفسده بايدن سنوقف كل الحروب في العالم لا صفقات خضراء وسننقب عن النفط والغاز دريل بيبي دريل يعني أحفر أحفر وطلع نفط العشرات من الوعود الأخرى قطعها دونالد ترامب على نفسه وبينما ظهر الحزب الجمهوري موحداً في هذه الليلة خلف ترامب يبدو أن الحزبة الديمقراطية سقط فيما أسماه زميلنا بكر الشرقاوي حلقة الهلاك